كتير مرات من الناس اللي بتستخدم تعبير أو كلمات عن اختلافات يعني المسيحي مثلا لا يتكلم بدينون على الآخرين ولا يلعن المسيحي لا يتذمر المسيحي ما عندهش شكاية بيشتكي أو خياني أو خداع أو مراوغة دايما عنده حكمي دايما بيسلك بأماني بيسلك باستقامي دايما عنده كلمات نعمي دايما كلمات ابتبني كلمات شفاء كلمات مليان حكمي كلمات مليان محبة كلمات تعبر عن الفرح الخارجي طبعا الفرح الداخلي اللي بيبين على صورة الإنسان مملوء بطمأنينة بهدوء داخلي عميق عنده سلام مع الله عنده سلام مع الآخرين ما عندهش حرب أو نزاع أو دايما في كلمات يعني التي تعبر عن بغضة أو كراهية المسيحي هو الذي لا يقلق ما عندهش الاهتمام طبعا الاهتمام اللي هو مش بحسب مشيئة الرب يعني القلق فمن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة مش بس أسلوبك أو لغتك حتى شكلك يعني يمكن مش كل الناس بتلبس صلبان كبيرة أو روب مثل الكهنة أو قبة مثل مثل القسيس لكن شكلك برضو بعبر عن هويتك فمثلا أسلوب حياتك أسلوب لبسك وطبعا الكلام هون مش بس للنساء يعني الكلام للرجال فالرجال والنساء بغض النظر لازم يكون يعني أسلوب حيات لازم يكون حتى في لبسك بعبر عن شكلك عن شخصيتك مش الملابس التي تعرض الجسد سواء رجل أو امرأة فالكتاب مثلا يعلمنا عن لباس الحشمة واللباس اللي هو فيه يعني نوع من اللي بعبر عن قوتك الداخلية وطبعا الاختبار العميق الداخلي اللي فعلا انت مش مهتز حياتك أنيقة شايكي يعني شياكي وكل ما تفعله سواء بلبسك بكلامك بأسلوبك بنمط حياتك كله تعبير عن هويتك المسيحية دائما نسمع تعبير لغتك تظهرك فاللغة هي تعبير إذا كان الإنسان مؤمن أو غير مؤمن